هل يجوز لوالد على خلاف مع ابنه العاق بسبب أموال وغيرها الوالد مريض جدا ويوصي أن هذا الولد لا يحضر جنازته أو يقوم بالغسل ذاته وفاه الله نحن لا نريد أن نلقي مزيدا من النار على الخلافات المستعرة لقل لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم اتمروا بينكم بمعروف يا سيدي لا تفارق الدنيا وأنت غاضب على ولدك فتورثه لعنة قد لا تغسلها مياه البحار والمحيطات أنا أدعوك بسم الله وبسم رسوله وبسم كل صالح من القول والعمل أن تتجاوز عن ولدك قبل مفارقة الدنيا أن تغفى له قبل أن تفرط أنفاسك لأنك إذا فارقت الحياة وأنت على هذا الغضب والحنق الشديد فقل أن يفلح هذا الولد في حياته أبدا وفي النهاية إذا دمر هذا الولد فمن ذا الذي سيتعذب بتدميره ومن ذا الذي سيشقى بتحطيمه فإن أك قد شفيت بهم غليلي فإني قد قطعت بهم بناني فإن أك قد شفيت بهم غليلي فإني قد قطعتهم لا أحب لك أن توصي بهذا يا رعاك الله لكن أنا أوصي بأن يتسع قلبك ما زاد عبد بعفو إلا عزة وهذا ابنك وفلزة كبدك أتطيب نفسك أن تراه غدا وقودا للنار حطبا للنار يوم القيامة قطعا لو أغمطت عينيك وتخيلت هذا الموقف فإنك لا ترضى به أبدا راجع نفسك وفكر فيما أقوله لك بارك الله فيك